اشتركوا في القناة دور المملكة الرائد في خدمة الاسلام والمسلمين ونشر كتاب الله الكريم بطباعته وترجمته للغات مختلفة فقد بلغت كمية انتاج المجمع للعام الماضي الف واربعمائة واربعين للهجرة عدد ثمانية عشر مليون وخمسمائة نسخة بتكلفة اجمالية بلغ ثلاثمائة وستة وثمانين مليون ريال مقارنة بعام الف واربعمائة وتسعة وثلاثين للهجرة حيث كان متوسط كمية الانتاج تسعة ملايين نسخة بتكلفة اجمالية تقدر بثلاثمائة وخمسين مليون ريال وقد تم طباعة هذه النسخ باصدارات متعددة ولغات مختلفة وتوزعها في الداخل والخارج بهدف نشر القرآن الكريم حول العالم وبلغ عدد اللغات التي ترجم لها القرآن الكريم عدد اثنين وسبعين لغة وتستهدف الوزارة رفع هذا العدد الى ستة وسبعين لغة بحلول عام الفين وعشرين للميلاد ان هذا المنجز غير المسبوق والذي تمثل في رفع الطاقة الانتاجية بنسبة مئة بالمئة مع ثبات التكاليف نسبيا يأتي بسبب استغلال الطاقة الانتاجية لتجهيزات المجمع وتشغيل جميع خطوط الانتاج حسن استغلال الموارد البشرية والمالية والتجهيزات المتاحة وتولي وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد اهتماما كبيرا بالمجمع بتوجيهات مستمرة ومباشرة من معالي المشرف العام على المجمع وزير الشؤون الاسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز اهل الشيخ لمواصلة هذه الجهود المباركة في خدمة القرآن الكريم تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اهل سعود وولي عهده الامين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله وتماشيا مع اهداف رؤية المملكة الطموحة الفين وثلاثين اشتركوا في القناة